بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احبتي في الله ان شاء الله الجميع يكون بالف خير كما راكم توفوا العام التاني طان هاليوم حيكون على هاد البندانا البندانا جد يعني بسيطة وسهلة وجميلة ما فيهاش كامل التقييدات يعني تم تم توجد سهلة للمبتدئات ان شاء الله ان شاء الله لعملتها اليوم حين الاعجابكم دائما نكرر نفس الكلام ونقولكم لكن اول مرة تجاهدوا القناة التاعي قناة ابداعات وعصفات كايمة ججلية اشتركوا في القناة وفعلوا زيب الجرس ليصلكم كل ما هو جديد احبتي لكان العامل هذا نال اعجابكم ولا هاد البندانا نالت اعجابكم ما تنسوش اللايك للفيديو هاك باش يطلع للمشاهدين هدي هي احبتي اه نخليكم مع طريقة العاملتها هاد البندانا ودائما نصليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام خليكم مع الطريقة انا هنا هستعمل هادا الخيط الخيط المتاعد زاير ارفع شوية اللون الرمادي عندي هنا الميترا عندي كروشي هنا نظرنا هستعمل رقم خمسة ولا رقم اربعة لاني هستعمل الخيط على اثنين يعني اشتو شوية في نجي بد خيط من داخل الكوبة وخيط من هنا الخيطة على الجزائي ما يحطوش رقم الصناعة اللي تستعملها مشي كما الخيطة اه الترك الخيطة الترك يحطلك رقم الكروشي نبدو اه بسم الله احنا نخدم اه سلسلة متكونة نستعملها كما خمسة بسم الله احنا عمل غازة البداية دائما احطفع بسلسلة هدي السلسلة هات من اه تكون اه طلتعة خمسين سنتيمتر سلسلة طلتعة خمسين سنتيمتر بسم الله نعمل سلسلة في اه طلتعة خمسين سنتيمتر اه كده نكفلو السلسلة هدي ضائعة انت بجيد على السلسلة هكذا بمن ذلك نطفع بثلت سلسلة واحد زوج ثلاثة وفك كل غازة نعمل عمود انا فك كل غازة اعمل عمود احواصل فك كل غازة نعمل عمود نقفلو هنا واحد اتنين في تالت غازة بمن ذلك هكذا نطفعو هنا بثلاثة فقط واحد اتنين انتبهو جيدا لف لفة واحدة نأتي الى هنا هكذا ندخل القوشي بتعنا هنا ما بين العمود هذا وهذا يخاشي هاد الجيهة نسحبو الخيط هكذا ونعملو العمود تالا هكذا اللف كده الكلفة الان الخلف نتبهو خلف هكذا ونسحبو الخيط عمود امام عمود خلف عمود امام هكذا امام عمود خلف امام خلف امام خلف امام خلف هنواصل انا بهذه الطائقة حتى نهاية السطة امام خلف امام خلف حتى نهاية السطة هنواصل امام هنواصل امام خلف حتى انهي السطة امام خلف حتى نهاية السطة غازة بمونزاريكا هكذا هنصفها بثنين سلاسين نفس الشي هكذا نلف نلف لفة العمود للامام نفس الشي امام يبقى امام العمود اللي في الخلف كذلك يبقى خلف هكذا هنقرضو نفس العمل عمود امام امام عمود الخلف يبقى خلف هنواصل بنفس الطائقة عمود امام هكذا عمود الخلف عمود الخلف امام خلف احواصل. اه وصلت العمل احبتي بنفس الخطوات كما راكم تشوفوا في النتيجة العمل هنا انقف له السطر الثاني في اه ثاني روزة بمنزلك هكذا تفعب اثنين سلاسل دائما يبقى العمل نفسه العمود الامام امام والعمود الخلف خلف هكذا هذا العمل الان في جميع الاسطر اللي عندنا تحدي البونطانا هنا العرض كل واحدة تتحكم في العرض التاع البونطانا وكذلك العمل يختلف اكيد رقم اه القرشي ولا رقم السمارة وكذلك نوعية الخيط ان شاء الله اه نضم اهي واضحة هكذا عمود امام وعمود خلف انا راح وصل بهذه الطريقة حتى انهي اللي عملته اه الاسطر دي هنخدمهم بهذه الطريقة ممكن راح نعمل 8 سنتيم ولا 7 سنتيم ونتوقف ونتوم العرض تتحكموا فيه هادي احبتي احبتي احواصل بهذه الطريقة وبهذه الخطوات احبتي انا وصلت بلى نفس الخطوات اه زيت بضعة اصطر هنا عندي حوالي 7 سنتيمتر كما كم تشوفو انا اكتفي بهذا الطول انتو ما اعلى لكم الاختيار تزيدوا في الطول او لا اقل انا راح نقفل في اه تاني غازة كما كم تشوفو هنا بمنذلك هكذا الان راح ارتفع بسلسلة هكذا راح ندخل في جميع الغاز بغازة هاشو في جميع الغاز اللي عندي هنا ندخلو غازة هاشو انا هنا البندانا اه عملتها بالخيط على اثنين انتو ما لكم الاختيار اه اختيار نوع الخيط ولون الخيط وكذلك متقيدوش بالعامل تلتعي الخيط على اثنين قادرين تخدموها الخيط واحد فقط لكن اكم استنى راح يكون اقل اه حسب نوعية الخيط احواصل هكذا فت على جميع الاعميدة اللي عندنا بغازة هاشو وصلت الى النهاية هنقفل هنا بمنذلك هزافها بسلسلة ونقطعو الخيط هنا تزين راح يجعلكم اي قطعة ولا اي حاجة تخدموها تزينو بها البندانا هادي هنا هنا هنخدم لكم اه فيوكا ولا بابيو باش نزينو هنا الواسطة ان شاء الله الخطوات عامل البندانا كانت واضحة معاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احبا احبا اي اه احبتي كما كنتكم عقدة البيضاء احنا اعمل عشرون سلسلة واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة اشعة احترشة اتناعشة تلاتة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر تمانية عشر تسعة عشر اللف لفة في رابع غازة نعمل عمود على جميع هاد الغاز نعمل اعميدة اعملت في كل غازة عمود احنا اتفعنا بثلاثة واحد اتنين وهذا الثلاثة اللف الاميدة احنا اعمل هنا اعميدة لكن ما نفضوش الغازة كاملة نفضو نصف الغازة هكذا الجهة هاتي اللي هنا لنفضو بفة خلقشحة لنسف في العادة نفضوها كاملة لنفضو فقط نصف الجهة الخلفية احواصل بنفس هذه الطائقة حتى نهاية السطر وصلت العمل كما يمكن تشوفه الآن نطفع بثلاث سلاسل ونفس العمل نحن وصله في جميع الأسطر اللي حن نخدمه أنا هنا حن نخدم ممكن ستة ولا سبعة أسطر نفس الخطوات دائما نفضل الغرزة الخلفية منفضل الغرزة كاملة حتى ننهي جميع أسطر تعنا احواصل بنفس الخطوات كملت العمل تعل الأسطر كما قلت لكم هذا هو العمل تعرف يونكات تعنا نطفع نفس السلا ونقطع الخيط أنا هنا عملت واحد نين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية تمني آمدة نخفي الخيط هنا نخفيها تحت هنا تحت الغاز بالإباء نفس الشيء هذا اللي احنا كده عليك ما في واحد حسنا هادي هي الآن نحن نجمع هادو هكذا مع بعض هادي هو العمل تا الفيونكات تعنا هاكذا ندخلو الخيط هنا تحت في الواسط هاكذا في الواسط ترجمة ن forums ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا ان شاء الله العامل بقى حينان اعجابكم كما كنتكم ما تقيدوش بالعامل التاعي تاع الخيط على اثنين. الى كان الخيط نوعية الخيط الميحة انا هنجت جدوها في عياني فضلت ندوبل الخيط هكذا تزيني يفجع عليكم كيف هالزين والفينكات تاعكم كل واحدة وغولها طريقتها في التزين هكذا الان شتو هادي اللي بداية اللي عملتنا نحطو فوقها الفينكات تاعنا انا كما شتو خليت الخيط زايد انا هنا خليت الخيط زايد وخليت في هذه الجهة الخيط زايد احلف هكذا البندان التانى بها بالفينكو هكذا انتبه اكم تلاحظو هكذا انتبه احلف هادو الكطاعتين الاثنين اللي خليتهم جيدا هكذا هاكذا هلا هادا هو العامل التانى احن نضف انا العامل هنا احن نعقد الخيط جيدا احباتي احن نزينها كذلك وتزين كما كنت لكم كل واحدة وغولتها في التزين احن نضف انا العامل بالابعة احن نضف هادا العامل احن نضف هادا العامل جيدا ومزينها ولا تحبو تخليها كده ها هي تشابه بلا ما تزيدو لها حتى حاجة صحيح احبتو تزينوها لكم الاختيار في ذلك كل واحدة لها الرغبة في ذلك هادا هو البندان التانى تانى اليوم احبتنا اعجابكم نضف كنت العامل بالابعة و منave لكم البندان التانى احبتي ها تا عامل هذه البندان التانى كيف حدثوا زيتها بهذا ليش تخلص نضن اسم تاعه هذه هي كيف حدثوا البندان التانى تانى اليوم احبتنا اعجابكم إلا عجبتكم ما تنسونيش في اللايك للفيديو والاشتراك إلا مش مشتركة ونخليكم على خير دومتون في عيات الله حفظة السلام عليكم وحب الله يتعالى وبركاته